نحن نحكم على الحاضر فإذا هناك فيه التفاف من غوات التحالف لكن هذا الالتفاف حصل فلم ينتهي بعد حبر الاتفاق السعودي على ورق الكرامة المهرية إلا وقد نقض حيث استحدثت السعودية نقاطا عسكرية جديدة رغم أنها تعهدت في اتفاق مكتوب على خروج كامل قواتها من مطار ومنافذ المهرة هذا أمر مؤسف وغير مقبول يصف عبد الله آل عفرار نقض الرياض للاتفاق واستحداثها نقاطا عسكرية وأكد عفرار الذي يرأس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة أن الاتفاق الموقع لم يعد خاصا بالمعتصمين فقط بل أيضا بمشايخ قبائل المهرة الذين أضحوا جزءا من الاتفاق انتشار القوات السعودية والذي تم وفق مصادر إعلامية بغطاء من طائرات الأباتشي أعاد التوتر لمحافظة المهرة من جديد خصوصا وأن عملية الاستحداث تمت بطريقة استفزازية حيث تم ترد نقطة تنهال الأمنية المحلية في أرض قبيلة بن كدا خارج مدينة الغيظة كانت المهرة قد شهدت اعتصامات مفتوحة منذ الخامس والعشرين من يونيو الماضي رفضا لتحكم القوات السعودية في مطار الغيظة والمنافذ البرية والبحرية وتم رفع الاعتصام بعد اتفاق وقعته السعودية منتصف يوليو الجاري يقضي بخروج السعودية من الأماكن المدنية استحداث السعودية لنقاط عسكرية جديدة أكد ما قاله معارضون بأن الاتفاق كان مناورة سياسية لامتصاص غضب أبناء المهرة والالتفاف على مطالبهم حيث مرست السعودية بعدها ضغوطات على الشرعية لإقالة وكيل المحافظة ومدير الأمن من منصبيهما لكن التساؤلات عن ردة فعل المهرة تبقى مفتوحة خصوصا وأن العرف فيها يقضي بتداعي القبائل للدفاع المشترك عند حدوث أذن أو ضرر